بعد مرور حوالي عشر شهور اتكلم الفنان بايومي فؤاد عن تفاصيل وتطورات الوضع بعد أزمة مسرحية زواج اصطناعي والخلاف الكبير اللي حصل بينه وبين محمد سلام حصل الخلاف بسبب رفض سلام المشاركة في المسرحية خلال موسيب الرياض تضامنا مع إخوتنا ودفع بايومي انه يتكلم على خشبة المسرح وينطقت سلام والنتيجة تعرض بايومي لهجوم حاد من الجمهور وقال بايومي فؤاد ان عصيفة الغضب اللي كانت بتطرده مؤخرا من كبل الجمهور حد ما بعد أزمته الأخيرة ووضح وقال انه بيتعمد انه يخرج هو وأسرته للأماكن العامة عشان يلمس نبض الجمهور وانه أصبح يشعر بالإتمئنان والمحبة لما طلب منه كتير انهم يتصوروا معاه بعد أزمته الأخيرة وأكد ان البعض قال له ما تشيلش هم احنا بنحبه وحكب بايومي فؤاد انه فضل في السعودية عشر أيام بعد أزمة مسرحية زواج اصطناعي بسبب مشاركته في عمل آخر وأشار إلى ان شقيقه بعت له حارس شخصي إلى المطار في أول عودة ليه لمصر عشان كان خايف عليه بعد أزمته الأخيرة ووضح بايومي فؤاد انه طلقت دعم الكبير من الجمهور وكمان من إخوتنا وقالوله نعرف من معنى ومن ضدنا وأكد بايومي فؤاد انه مش هيتصالح مع المخرجة كاملة أبو ذكر قولولنا إيه رأيكم في تصريحات بايومي فؤاد هل فعلا العاصفة هدية